بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ومرحبه وكم من التحق بقناة بيبو بيباتو حبيباتي اليوم بإذن الله حنحضروا مع بعض دلمقرن بالجلبانة مريقا بيضا تحسل بنيدية رفقتوا معها هذه الصلاة الخفيفة هذه الوصفة بزاف سهلة وايضا ما تكلفش بزاف إذن معليكم غير تقعدوا معايا باش تشاهدوا هاد الوصفة الاكتر من رائعة لينهار اليوم كان هدا هو العشاء دينا الحمد لله اللهم قدمها نعمة واحفظها من الزوال إذن حبيباتي قبل ما نبدأ والفيديو التعنا والوصفة دينا ما تنساوش دعم القناة التاعي بالاشتراك بالنسبة لي زارتني أول مرة قلها حبيبتي مرحبا بيك في قناتي اضغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليس لك كل جديد خلوا لي جانب في الفيديو وتعليق هذا تشديحا لي باش نواصل معاكم بفيديوهاتي ووصفتي بدون إطالة حبيباتي يالله نبدأوا على بركتي الله في تحذير لزارت شوف فرسي دينا وبتبواء سوسة بلانش نبدأوا بسم الله اليوم بإذن الله حنطيب دول مقرنون ديالي اضغطي على نار قليلة درته يسخن درت فيه كمية من الزيت النباتي ولويل تغنصان وحبه بصل كبيرة مرحية فالله هنا يا حبيبتي هنضيف عليه كمية مليحة تحتوم المرحي أيضا حوالي هكذا كنقوله أربعة فصوص من التوم هنا يدرت أيضا جلب هنا ندير كمية على حساب أفراد العيلة ديالكم كل واحدة تدير على حساب وحدد الأفراد اللي عندها في المنزل هنا ندير أيضا لمعدنوس اللي قطعتو إلى قطع صغيرة بالنسبة لتوابل حبيباتي هندير الفلفل الأسود نزيد ندير أيضا الزنجبيل والكركم وتوابل الدجاج هذا هما التوابل اللي هنستعملهم بالنسبة لكم حبيبات يديروا التوابل اللي تحبوهم وتفضلوهم كي يزيدوا حتى القرفة ولا يديروا راس الحالوت أنا ما حبيتش ندير هنا ينضيف أيضا كمية مليحة على الملح ونخلط جميع التوابل مع الخضراء اللي هما البصل والتوم وأيضا جلبانا ونخليهم يتقلوا براحتهم على نار قليل هنا حبيباتي بسن الله ندير الفاقس اللي هنضيفها في القرنون ولا الحشوة اللي هنضيفها في الزغط يشوتعنا عندي كمية من الدجاج المرحي حوالي 150 دينار أو كنز ميل أيضا نضف تعليه نصح ببصل صغيرة مرحية كمية من الخبز المحمص المرحي وللا شابلوغ بالنسبة لتوابل اللي درتهم فلاسوس هنضيفهم هنا الزنجبيل الكوركم توابل الدجاج والفلفل أسود وأيضا نضيف كمية تاح الملح وأنا حبيباتي نضيف أيضا كمية مليحة تعليم عدنوس اللي قطعته إلى قطع صغيرة ونخلط جميع هذه المكونات أنا حبيباتي كي بديت نخلط تفكرت بالنسبة لي لأن الفاقسي تقعد محكومة عادي في القرنان ولكن بالنسبة للمبتدئات واللي لا يحبوش ضيفه عادي أحبيب بيض الداخل أو كي لا تأتيكم لفاقس جارية قليلة فقط لجندوف أو صفر حبابيض والبيض الدهن لفاقس تضيفها في القرنان بسم الله نأخذ كمية من هذه الحشوة نضيفها في القرنان ثم نضيفها بلاكية ونضيفها في الملعقة لكي يأتي باب ونسجمهم ملاح في القرنان فعلا ترى الطريقة بالنسبة للمبتدئات بالنسبة للمبتدئات والذي سأخذ أخذ حبيبتي تكملت عمرهم كامل تضرب بيض حبابيض ولمبتدئات ملاح ثم تضرب بيض الدهن ودهنه من فوق تضرب بيض الدهن ثم تضرب بيض الدهن ثم نكمل كامل القرنان ثم نكمل بعد الوصفة حبيبتي ترى هذا الكمية القليلة تضرب الدجاج المرحي بسم الله تعطينا كمية كبيرة في الطبق يكفي حتى الخمس أشخاص ملحي سوف نزيل كرية والدجاج المرحي سوف نشكلها لكوريات والدبولات سبحان الله سبحان الله سبحانه نحن المنزل بفارين و فلاشة بلوك و تحملهم و تحملهم في زبدة او زبدة او مرقب و تضعهم في الصوص يطيبون يطيبون في المرقة شوفوا حبيبات الكمية التي تحصلت عليها شوفوا باسم الله أشاء الله هذه الكمية التي تحصلت عليها انا سنكملوا معا باستحضر الطبقة سوف نبدأ معي قمت باستحضر الطاجين سوف تقلق قليلا لابسك هذا مع الجلبان انا كنت من الجهة اخرى قمت باستحضر الماء يغلي لانه طاجين يجب ان يغلي لانه يتشقق و يكسر الماء هنا انا مرقة كمية كمية كثيرة لانه طاجينين لا يحتاج كامل الماء كثير لانه يطيب بسخانة لانه يجب ان يغلي انا نحاول ان نرجع له هنا حبيباتي بعد ما فاته حوالي اربع ساعة بدأ يغلي هكذا طاجين تاعي هنا سنضيف اللي ساختيشوفه سيتانا والقرنون المحشي الذي قمناه مع بعض نحاول ان نضيفهم بطريقة جميلة نوعا ما نحاول حتى نزين طبق تاعي كي نكون نطيب فيه فعلا نسجم مع هذا عندما يطيبون نصف ضياب نحاول ان نرجع له انا حبيباتي بعد ما فاته نقول لكم 1.5 ساعة 38 دقيقة ارجعت للقرنون والطاجين والدولمة نضيفها لبولاتة وكريات الدجاج اللي خدمناهم ثاني نضيفها كامل هنا في الطاجين ونجعلهم يطيبوا ويتجمل كامل الطاجين كيف كيف سيأخذ شوية وقت لانه يطيب دائما على نار قليلة اذا ما تتقلقوش اوسعوا بيلكم وخاطركم هنا حبيباتي شوفوا طاجين تاعيس براهواجد هنا يدوكا سنضير على الهر الشملي ستعلي معدنوس ونطفي عليه النار لكن بالنسبة اللي يحبوا المرقة لازم تخلوا فيه المرقة بالزايد صراحة لانه دجا هات لاصص اللي قاعدت تشرب حالي كامل انسيت باللي طاجين يشرب لاصص وليكمل طياب بعد ما نطفي عليه النار اذا حبيباتي هذه الظلمة التي تعني لنا اليوم هذا هو التعجيل اللي احضرناه مع بعض نتمنى ان شاء الله نوستي لنا اليوم نالت اعجبكم وريضاكم كان هذا هو العشادينا الحمد لله اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين اذا حبيباتي ما تبخلوني شوف جان تعليق وكمونتاق والذي زارتني اول مرة مرحبا بك حبيبتي في قناة بيبابيباتو فضلا وليس امرا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس اللي يصلك كله جديد بهذا الحقنا نهاية الوصفة ونهاية الفيديو اخليكم رابط حسابي على الانستغرام صفحتي ومجموهتي في فيسبوك في صندوق الوصف ما بقالي غنقلكم الى فيديو اخر او وصفة اخرى ما تنسوش دعموا قناتي بالليجام والاشتراك في القناة وايضا شجعوني بتعليقاتكم الجميلة ونشكر كل واحدة شجعتني بتعليقها الجميل والاكتر من رائع ربي يسعدكم سعادة الدارين تهلوا في صحيحتكم اروحتكم وليكم وليداتكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة